وصل صوتك استنادنا الدستور لا يفرض اعتماد شكل أو هيكل معين لتحقيق العدالة الانتقالية ولا يمنع وضع نظام خاص لمعالج الانتهاكات الاقتدادية والمالي نقطة 30 من رأي لجنة فنيس اخذتوا كل النقاط اللي في رأي لجنة فنيس اخذينا النقاط اللي رأيهم مهمة بالنسبة لنا كرئاس الجمهورية واللي تراها تخدم موقفكم لا معنىش موقف احنا عنا مبادرة ومبادرة توا قدام مجلس النواب من شهر جوليا اخذينا النقاط اللي رأيهم مهمين خاطر على البلاتوية الكل بما فيها البلاتو متاعكم سمعنا مرارا وانتكرارا موني في لدستور وضد دستور اخذينا النقطة هذية اخذيناها بحذافيرها كما انت عبرت عليه وقولناها وكهوم بيها فيها انار الرأي العام اخذينا نقاط اللي رأيهم مرحبا بيه اخذينا نقاط اللي رأيهم مرحبا بيه احنا نحكيه في المبادرة ما تخلنش في التفاصيل زياد كريشين مبكري قال فما زوز غلطي يعنو فما عديد الملاحظات وذكر بيهم العميد فادر المسي انا حتى سي زياد ونقول لك مش ما تشكور ارا هو غالب ومغلوب احنا دخلنا ثم رأي اعطاوا رأيهم طلبوه دايير الرأي طلبتوا لفدي مش احنا ما نعرش هما يطلبوا ولا كان من الاحرى مجلس نواب الشعب يطلب كما في الدستور وقتها فهمتني ما نعرش هتصلوا هما اللي طلبوا وهذه معطاوا ما هي تحقير وكلاما في حملة معناها كانت لي لانا تعتبر وانو قانون اللي قدمتون ثم يتعارضوا مع الاشغال اللي تقدم فيهم هي وكان لحق هي اللي توعنا بالمسالحة الاقتصادية لانو عندهم هما رأيهم احنا الرأي اللي ما هوش ما تشكوره وثم التوازي دا قال عليه استفادة القبيرة ثم نقطة اخرى يمكن ما قلتوش عليها قبيلة في الرأي متع لجنة البندقية اللي قالت اللي المنضاة مع انت التكليف متع هيئة الحقيقة والكرامة ياسر كبير في الوقت وياسر كبير في الميدين وإضافة ميدان المالي والاقتصادي من شأنه ان يثقل كاهل اللي فيدي دونك احنا قاعدين نخفع لها بش نختمو معاها بالتوازي وهو مش متشكوره مثلا ما شربح ومربوح تشريك الحاجة المهمة الحاجة المهمة هي قالت لا يتنافى ولا يتعارض رئيس الجمهورية المبادرة رئيس الجمهورية اللي خرجت من يدينا كرئاس الجمهورية واليوم موجودة أمام مجلس نواب الشعب عمرنا وقانونا قلنا المشروع بخفي ومثالي وما في حد شيء بالعكس قلنا الأمر مفتوح للتنقيحات والتبديلات والتغييرات والتغييرات هذه والتبديلات يمكن نجي حتى من كتلة متع الائتلاف الحاكم كما سمعت كل واحد عند وراي في المشروع والمكان الحقيقي والمكان اللي نعتزوا بيه احنا التوانس الخاطر يمثل سيادتنا هو مجلس نواب الشعب بشي يعطي رأيه لجنة فنيز يعطيهم الصحة ورايهم لكن هنا نسلنا في رأي النواب اللي هم يمثلوني ومثلوا شعب تونس بشأنه الرأي معناها هذا يكون ولا القانون هذا يمر عليش مشتريات الجمهورية اليوم تعاود تسحب هذا المشروع وتعاود قد تحط فيها التنقيحات اللازمة اللي فيها اكثر زمانات مثلا مش دورها مش دورها قدام المجلس معتها الامر مفتوح امام لجنة التشريع العام يقدموا التنقيحات اللي يحبوا عليها مش دورها رئاس الجمهورية قامت بمبادرة الان المبادرة خرجت من يديها موجودة قدام مجلس نواب الشعب من شهر جويل وته يتبرمج وته يتناقش وته يتنقح وتغير وعندنا روحيئة وقتية لدستورية مرتبة دستورية مشاريع القوانين هذا هي مهمة جدا وذكرايها ومستحيل بشي تعدى القانون مدام كان يبدأ متنافي مع الدستور هذا أمر لا يشكل فيه سيد العميد ملاحظتي وهو أنه لو كان نمشي في الاتجاه هذا وقريت المؤاخذات المختلفة وعددها مهم يجب أن يتنقح القانون على بداية السيغة لو كان ندخل في العملية هذا يتولي معها مبادرة متع رئيس الجمهورية إذا كان بش نتبعه وبش تولي قانون آخر من نفس العملية متع المجلس الأعلى القضاء والقانون الذي خرج المبعد بش يوليه عبارة على الخطر كيف نقرأ أنا مش القيراء الهكة الفوقية كيف نجي نتبع ونقول شو يجبني نعمل في هذه الفصول الواردة في مشروع رئيس الجمهورية نلقى وأنه معناها تغييرات عديدة ومهمة والتي تمس معناها كل المسائل يعني أقلها تقريب خمسة أو ستة أساسية مع تواردة فيها ولهذا المشكلة تولي ما تروح هو هي الفكرة وأنه منذ البداية فم نوع من التحجر أرى وهو أنه وقت للناس كلها قالت في نهاية الأمر ما راح بابي قانون المصارح الاقتصادية ما راح بابي معنا حتى شيء ضده المهم هو أنه لا يمكن أن يبتعد أو يخالف أو على القليل خليه يتلائم مع العدالة الانتقالية وبالتالي يتلائم مع الفصل 148 تو هي وقت اللي تقول هو مش مخالف للدستور تقصد وأن المبادرة متاع رئيس الجمهورية ياخذ قانون أساسي موازي للقانون الأساسي عدد 53 ما هوش مخالف للدستور وهذه الناس كل مقربية لم يجتمل حد شيء جديد هذا كل قلته المضمون متاعه والطريقة متاعه من تكوين اللجنة اللي هي معانتها ما يشتكون يعني في كل مرحلة الفصل 12 هذاك متاعك اللي يجبك تقول أنا هي الفصول اللي 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 أنت معانتها بشتستثنيها في التطبيق بالنسبة للقانون 53 أو أو إلى غير ذاك حتى في الأخر تحت واحد شواني يستانسي يقول في نهاية الأمر لو كان نعدل القانون 53 يمكن نعطي صورة أوضح أما لكن لا يمنعه وأنك تحط حاجة موازية ربما فيها إجراءات تسريعية أو غير ذلك سيمو عز هذيش قلنا نحن قلنا نحن لا شيء يمنع المبادرة هذية والكلام اللي تقال للمبادرة متاعنا منافية للدستور هذيك هي أحنا اللي عليش تكلمنا عليه للرأي متاع فينيس خاطر كما قلت نحن منستناوش في الرأي متاع الكوميسيون فينيس وقلت أنا من الأولى كونه مجلس نواب الشعب كما وقت المشروع الدستور وقت مؤسس المجلس التأسيسي هو الكوميسيون فينيس مش منظمة وطنية اما يقول سيد العميد أنه هناك خشية أنه يصبح مشروع النواب مخالفا تماما لمشروع لإقترحاته رئيس الجمهورية وبالتالي الخشية الوقتية لمرقبة دستورية مشاريع القوانين أو بعض المحكمة الدستورية جيت حكم تقول راهو هذا تغيير جوهري وتعود تراجع مرقبة هذيك لعبة وطنية ديمقراطية هذيك هي الديمقراطية يمكن يتنقح ثم أغلبية في المجلس يتفاهموا شنو يزيد وشنو ينقصوا ومعض ثم اللجنة متاع المراقبة للدستورية للقوانين هذيك هي اللعبة الديمقراطية سيمو عز اليوم من ساحب المشروع من المجلس تحطوا تنقيحات وتجي مبادرة جديدة تكون متلائمة مع كل الملاحظات اللي تم رفحها بعد هذا نقاش ديم تقريب ثلاثة شهور لاربعة شهور تو نحكيوا عن المشروع هذي فهي أحراج لرئيس الجمهورية هذي نقاش قبل النقاش خلي نسمع أنا النواب اللي هما اللي تقولي الأمر نسمحهم هما شيقولوا وشنية مقترحاتهم وبعدين يتخيل المشروع تعود تسحب بنت وقتها وتحت الضغط اليوم هاي المراكحة فماش ضغط فما ملاحظة جيت من هيئة محايدة مستقلة استشارية بعيدة دولية تخليك تجبد المشروع تعود تقدم مشروع جيد بل بالعكس تخلي المشروع يمشي في بلاستو مع أنت ما قالوش ما كرنيش عملنا قالوا لأ المبادرة في حقها كونه يكون المسار موازي للمسار الآخر ما فيها حتى إشكال طوال كورة عند النواب وعليهم كان هما يقدموا اقتراحاتهم ينقصوا يزيدوا ويزيدوا وبعد يتعدى على المراقبة تعدستورية القوانين على هيئة الوقتية وهذاك هو اللعبة الديمقراطية لازمنا نستنسو مستحيل لا رئاس الحكومة لا رئاس الجمهورية لا حتى مجموعة من نواب مبشعتين وقانون مثالي كل القوانين مفتوحين للنقاش للتعديل وهذاك هي اللعبة الديمقراطية ايه أما دي ما نرجع يعنيها نوع من تسهل الأمور يعني أجدعه في الوقت أنتم رئيس جمهورية يقول هذا مسألة حياة أو موت وكأنه يحب يقولنا لا 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 وكأنه يحب يقول هذا مسألة القانون القانون المصالحة هذا والمصالحة الاكتسادية بالنسبة لتونس معنيها لن مانش بش نخرجوا من الوضع هذا إلا ما يتعدى قانون المصالحة يا أخي يسرع الأمور إيش بدأنتي كريس جمهورية رجع المشروع هذا عاود نقحه يستجيب لمختلف الملاحظات متاع الأسادة والهيئات والمعارضين هو كذلك حتى يصبح مشروع قانون توافقي وما يتعطلش مباعد ترفضوا المحكمة الدستورية ويعاود يرجعوا ضيعوا ضيعوا انتم برشا وقت على المشروع انتم ما ضيعوا في الوقت إحنا قدمنا المشروع من جويليا لا كوسائل الإعلام عاملين ما أنت شو شو شعال حكي الموضوع موجود من جويليا أمام مجلس النواب شيخين بي هتنافع مع الدستور وأصوات تطلع وأصوات هاو كما توردت لكوميسون دونيس لا تعارض مع الدستور أما في فصوله الداخل فما تعارض مع الدستور ما سور هذيك مهمة بتعلن نواب طوي نحيو شبش نحيو قلتك ثم الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هذيك هي اللعبة الديمقراطية وكل قانون بشي سير عليها كاي بقى القانون مبرمج موجود من جويليا وبشيقع مناقشته قريبا إن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله المفروض في الأشياء سيد العميد أنه يمش نقدمه قانون لمجلسنا وبشعب الناقش والمضامين الناقش والأهداف الناقش أما مش الناقش دستوري أو غير دستوري أنت مؤسس رس الجمهورية وعندك مستشارين باركلا معناها قانونيين مش حشو ما كيتقدم مشروع يطلع غير دستوري في فصول غير دستوري يام بعد جسو ما احنا ما قدمناش مشروع غير دستوري في فصول غير دستوري كل القوانين ما يصير حتى ما تعملش كورة كونستيسونية عايش معمول للمجلس الدستوري معمول لهذا معمول لهذا بشحم الدولة وبشحم الدستور وبشحم المواطنين من أي قانون ما تقررش أنه كان مزروب المشروع خرج بزربة ما كانش مزروب وإلى الناس اللي يخدموه ما همش الربو مالس اللي كان لازمهم يخدموه بالعكس ناس أكفاء اللي يخدموه وتو تشوفو وتو الأمور تتقدم قدامنا في بالي خدموه محامينا لا للا عنا إدارة متاع شؤون القانونية قايمة الذات في الرئيسة الجمهورية وتخدم كمشروع كمبادرة من الرئيسة الجمهورية تخدم في الرئيسة الجمهورية أيو كانت فما دعوة لعدد من المحامين نجم حتى تسمي لك بعضهم كانوا حاضروا في أعداد المشروع هذية معنى موش مختصين في القانون الدستوري مثلا لا 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 ما نعتقدش أنا ما نعتقدش نعتقدش أنا مشروع في رئيسة الجمهورية في إدارة شؤون القانونية بالأكيد استأنصت إدارة شؤون القانونية برأي العديد من الأسادة والعديد من رجال القانون بما فيهم المحامين لكن مش بشكل اللي حكيت عليه أنت في إطار استشارة موسعة قبل حتى تواب بعد هال الملاحظات متاع كوميسون دونيز اللجنة أنا اللي همني رأيقية رئيسة الجمهورية لا سبيلة لإعادة سياغة القانون من جديد في رئيسة الجمهورية بالعكس أنا قطف اللي خذيته من اللجنة المندوقية هي كونه المبادرة من رئيسة الجمهورية لا تتنافى والدستور والنقطة الثانية اللي قالت على هيئة الحقيقة والكرامة اللي قالت ميدانها ياسر كبير في الوقت المدة اللي بيشتخذها يعني 55-2013 كبيرة ياسر في الوقت والميداني عندها يكفيها حقوق الإنسان ستثقلوا كاهلها أنا ذو من النقطة أتي لخص خلال لخصينا قالت لجنة البندوقية أنه من حق رئيس الجمهورية أن يقدم مبادرة دستورية في هذا الاتجاه مبادرة تشريعية أما ليقدمه رأوا فيه برشة مشاكل حقوق قدم حاجة أخرى لا ملخص تعيانا لا ما تماش حاجة ينجم يقدمها أي إن كان كما قلتك أي مجموعة من البرلمانيين ورئيسة الحكومة ورئيسة الجمهورية تكون مثالية ما تماش حاجة مثالية فيه بعض الحاجات وإحنا منها قلنا رأوا مفتوحة تركيبة اللجنة مفتوحة على مجلس النواب الشعب أن يغيرها ويمشي فيما يراه صالحا وثم هيئة أخرى معانتها ل مش ل كونتر بووار كيفاش يسمون يتسمون الأليات لحماية المواطن القانون غير دستوري موجودة في المجلس النواب وفي الهيئة سيد العميد عندك ملاحظة سيد العميد محمد فضل الموسى والله أنا ملاحظتي هو أنه القانون هذا ظل فما إجماع معناها حتى من طرف الأحزاب الحاكمة وأنه يجب مراجعته والمراجعة ما هيش مسألة هكي حويجات خفيفة إلى غير مراجعة جذرية كيف نقر نلقى فيه وأنها إذا كان بشي تواصل على الكيمة الحالة اللي هي عليه راهوا بشي ولي مخالف للدستور وقالتوا يعني المخالف الفصل 148 في مناسبات وفي بعض الأحيان تحط بين ظفرين على موضوع يزبوا احترام التشريع اللي موجود فيه موضوع الدومان هذه والمتاع الواحد ما فهمتوش في المعنى هذا المسألة لقيته في عبارة أخرى بصفة عامة أقول وأن متفقين ما تم حتى كوميسون دوينيز ما جابت حتى شيء وقت اللي قالت وأنه رئيس الجمهورية وقت اللي يعمل مشروع في العدالة الانتقالية وما يشابيه وما يوزيها راهوا مخالفش الدستور معنا هذا يقول بالبقية كيف ناخذهم أنا فصلا فصلا نلقا وأنهم اللي كانش يلقاعوا على حالهم سيخالفون الدستور أو بسريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة سيخالفون الدستور وقت اللي كانت بسيخالفون الدستور سيخالفون الدستور لحظة سيخالفون الدستور سيخالفون الدستور وقت اللي كانت سي messenger لقد تدرسالها لدينا الاستثمارات ولمانستيابات ويجابات 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 ويجب الانترسال من المساعدة يجب الانترسال في اليقانات تنسى الممكن ويجابات ويجابات نمو ويجابات اللي يعرفوا اللي ما يعرفوش وسائل الإعلام يقولوا هالمبادرة غير دستورية هذك عليش احنا نجاوبنا شكرا لكم لا يزم المسألة هذه احنا تعودنا في البلد هذه في الظرفة ذي الانتقالي نوصلوا إلى سياقة توفقية ولهذا مطلوب أنه يقع حله وحسمه بسياقة توفقية شكرا لك سيد العميد بركة الله فيك محمد فاضل موسى شكرا سيد معالسي ناوي نتقرس من بسم الله الجمهورية بركة الله فيك